طبعا لحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر والروح لمجموعة من الأخبار اللي هتحصل النهاردة بمشية المولى عز وجل زي ما احنا عرفين النهاردة يوم الجمعة وعندنا خطبة الجمعة النهاردة هتكون بعنوان آيات الاعتبار في القرآن الكريم كمان النهاردة هيتم إطلاق معرض رؤى تصويرية ده لطلاب جامعة عين شمس ده غير إن النهاردة بقى له عشاق القاهرة العشاق الكرة المستديرة أو السحرة المستديرة هيكون افتتاح الجولة الخمسة من الدوري الألماني ما بين بروسيا دورتمونت وهوفنهايب بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة فوزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة بعنوان آيات الاعتبار في القرآن الكريم وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة لالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً ومدة الخطبة لا تزيد عن عشر دقائق النهاردة يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظة المنوفية مسجد العفيفي بقرية ميت عفيف مركز البجور بمحافظة المنوفية كمان النهاردة هتستضيف مكتبة المستقبل الساعة خمسة العصر معرض لفنون الرسم والتصوير بعنوان رؤى تصويرية بضم حوالي أربعين لوحة فنية من نتاج طلاب الفرق الثانية بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس المعرض هيستمر المدة تلاتيان لعشاء الدوري الألماني موعده من النهاردة مع المباراة ليفت تحية للجولة الخمسة من عمر المسابقة هلتقي فريق بروسيا دورتموند مع هوفنهايم الساعة 8 ونص بالليل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة